موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية واسلاك الدراسات العليا وكذا شهادات الوطنية المطابقة وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان أن هذا المشروع يهدف إلى التنصيص على التسمية الجديدة للشهادة الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها وذلك من خلال تسمية شهادة الإجازة عوض شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية وشهادة الإجازة المهنية وكذا تسمية شهادة الماستر عوض شهادة الماستر وشهادة الماستر المتخصص ويتعلق الأمر كذلك بالتنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البداغوجية الوطنية لسلك الدكتورة وأبرز البيان أن هذا المشروع يتضمن مقتضايات تنظيمية تهم تنويع أنماط تدريس باعتماد التعلم عن بعد والتعلم بالتناوب إلى جانب التعلم الحضوري وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي إصلاح منظومة التعليم العالي بالمغرب موضوع نناقش ومشاهدين مع ضيفنا مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بالعيد بوغاديرا أهلا وسهلا بك دكتور أهلا بك أستاذا وأهلا بالمشاهدين الكرام أهلا وسهلا قبل أن نتحدث إذن عن هذه المستجدات الأخيرة المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم العالي كيف يبدو لكم واقع منظومة التعليم ببلادنا التعليم العالي طبعا؟ نعم كوكالة فهي تهتم بالتقييم عموما ولذلك فهي لديها وجهة نظر في هذه المنظومة عامة وفي منظومة التكوينات التي هي تبلور داخل الجامعات وداخل كذلك جميع مؤسسة التعليم العالي التعليم العالي مر بلحظات متعددة وكذلك بتطورات متعددة وعرف كذلك إكرهات متعددة فمنظومة التعليم العالي وصلت اليوم إلى حد لا بد من إعادة النظر في التكوينات إعادة النظر كذلك في المناهج إعادة النظر في عدة إشكالات أو إكرهات التي كانت دون أو كانت تحد من مرضودية هذه المنظومة داخليا وخارجيا فهي إشكالات داخلية ولكن كذلك إشكالات خارجية والتغيرات كذلك المنظومة الوطنية والدولية والمناخ العام الاقتصادي والاجتماعي لا بد من مواكبة هذه التغيرات ككل وهنا يأتي ما تقدمتم به كمبادرة في الميدان مجلس الحكومة صادق أمسي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلك الدراسات العلية وكذا شهادات الوطنية المطابقة دعنا في صورة هذه المستجدات دكتور هذا المرسوم يجب أن نشير هنا إلى أنه نقطة تحول هامة في المنظومة اليوم وهو يحمل هذا الهم لتغيير وتسريع المنظومة من داخلها وكذلك من خارجها كما سبق القول يجب الإشارة فقط أن هذا المرسوم فهو صيغة قانونية للمخرجات والمشاورات التي تمت وكذلك المناظرات الجهوية يعني يحمل رأي كل من هو خارج المنظومة وداخل المنظومة واليوم يشكله في شكل مرسوم وتوجد هذه المشاورات وهذه الاستشارات الواسعة والموسعة برأي المجلس الأعلى للطربية والتكوين والبحث العلمي حيث أخذ هذا المرسوم معين اعتبار رأي المجلس كذلك وهكذا نكون قد كونا مشروع وطني يتملكه الجميع وهذا مهم جدا لأنه يحمل كذلك اسم المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي وهذه الاشتشارات كلها جعلت أن الكل يتملك هذا المشروع لصالح المواطن المغربي وللمستقبل الشباب المغربي هذا المشروع يهدف أيضا إلى التنصيص على التسمية الجديدة لشهادات الوطنية الجامعية نذكر مثلا شهادة الإجازة في عوض ما نسميها شهادة الإجازة ونسميها شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة عوض الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية والمستر عوض المستر والمستر المتخصص ما أهمية ذلك؟ هذه أهمية كبيرة لأن المشروع يريد توحيد هذه الدبلومات حتى تكون رؤية واضحة لدى الطالب رؤية واضحة في خريطة التكوينات وهذا مهم جدا أن يعلم لما تكون عندنا تعدد في الدبلومات قد لا يتمكن الطالب من تلك الرؤية الثاقبة وأن يختار تكويناته داخلات المنظومة لذلك فعوض أن نجزئ بين إجازات الدراسات الأساسية ثم إجازات مهنية وكأن هناك فرق بين الاثنين الآن هذا التكوين يمجز بين الاثنين ويعني له هدف عام فهو تكوين أكاذيمي وتكوين كذلك مهني في نفس الوقت كذلك المستر والمستر المتخصص وكأن هذا غير المتخصصين والآخر المتخصص والآن النظرة أن يكون مستر موحد ويحمل هذه الأهداف كلها في نفس الوقت هذا مهم جدا كما قلت في توضيح الرؤية ما القيمة المضافة؟ هل هذه إصلاحات كافية؟ هل من شأنها ربما التأسيس لنموذج جديد للجامعة المغربية؟ بالفعل لأن الإصلاحات هنا ليست فقط في التسميع الإصلاح هذه فقط لتوحيد الرؤية ولكن الإصلاحات هي داخل هذه التسميات يعني ما تتكون منه هذه الإجازات فهناك تغييرات عديدة ومتعددة في هذا المجال يعني المجال الديداغوجي فمثلا مد الجسور بين المسالك والمؤسسات هذا مهم جدا يعني كان الطالب سابقا أنه لما يأخذ مصار ما فهو محثوم عليه أن يبقى في ذلك المصار إلى آخر مطاف شاء أو أبا والعودة إلى الصفر تقريبا وإعادة المنظور كذلك هناك اعتماد نظام الأرصدة القياسية وهذا نظام جديد يمكن الطالب من ترصيد ممتلكاته ومكوناته حتى يتمكن من هذا التغيير ويحمل معه هذه الأرصدة يحمل معه هذه المكونات ويمكن كذلك في هذه الأرصدة تمكن الطالب من الحركية يعني يمكن للطالب اليوم أن يدرس في مؤسسة أخرى غير المؤسسة التي هي وطنيا أو دوليا ويحمل معه هذه الأرصدة بل حتى يحمل الأرصدة التي درسها في تلك المؤسسة ويعود بها إلى المؤسسة الأصلية ونأخذ بها كذلك المهم هنا وهذا جيد يعني هناك إمكانية احتساب الأرصدة الموازية يعني أن هذا المشروع يريد ليس فقط تكوين الطالب علميا وأكد منه فقط ولكن العمل على أن يكون هناك نشاط موازي رياضي ثقافي شماعي يعني أن يشارك هذا الطالب داخل هذا المجتمع وأن يعمل على أن يكون هذه الحركية الاجتماعية أن يكون الطالب من داخلها فاعلا وفعالا وعليه هذه المسألة كما قلت هذا العمل الذي كان سابقا هو محض إرادة الطالب ومحض طعطوعه وهذا يخصه اليوم هذه الأشغال وهذه البهام تحتسب كذلك في بصاره الجامعي وطالب نشيط ليس كطالب غير نشيط في هذه المعملات يمكن أن يحتسب هذا العمل وسيستفيد منه ما عند التخرج بالمقابل في اعتقادكم ما هي أهم التحديات التي يعني تواجه اليوم منظومة التعليم العالي بالمغرب بالموازا مع ما ذكرتمه ما يوازي التحديات اليوم داخل التعليم العالي كما قلت فهي في التكوينات وفي المرضوضية الداخلية لهذه المنظومة عدد كثير من الطلبة كانوا يشجلون داخل المؤسسات خاصة مؤسسات ذات الاستقطاب البحدود هذا المفتوح هنا مكمن يعني الذاء داخل المنظومة وهذه المؤسسات تستقضي بأعداد كثيرة من الطلبة لعلي أقول أن 90% من طلبة الجامعات فهم داخل هذه المؤسسات وهكذا داخل هذه المؤسسات وهذا الأعداد من الطلبة يود هذا التغيير في المنظومة اليوم هو يعني يريد أن تكون لهذا الطالب تكوينات جديدة يعني في العلوم تساير ما هو مستجد علمياً وما هو مستجد وطنياً وما هو مستجد دولياً هذا مهم جداً وبالتالي يمكن أن أتحدث عن استرجاع ربما الجاذبية للتعليم العالمي بالفعل أن الطالب اليوم لما يرى أن ما يدرس هو ما هو متداول وطنياً ودولياً فهذه الثقة تعود إلى الجامعة بالإضافة إلى ذلك فالطالب اليوم نكونه علمياً وأكاديمياً فإذا لم تكن لديه اللغة للتعامل وكذلك للتحاول وأن يبدأ رأيه فيما هو يحمله من معلومات قد نكون فشلنا كذلك في هذه العملية وعليه فهذا المخطط هو يقوم بتقوية مؤهلات المؤهلات اللغوية للطالبات اللغوية وطنية وكذلك اللغات الأجنبية حتى يتمكن من كما قلت التعامل مع العالم الخارجي وهذا لا يكفي بالنسبة لنا فالمخطط كذلك يرى أن هذا الطالب الذي يسقن المؤهلات العلمية والأكاديمية ويسقن اللغات يجب كذلك أن نعمل على تقوية تنميته الداثية فالطالب الذي لا يتمكن لحدث ما فهذه المجموعة تقول أن الطالب متكامل بالمقابل كذلك في اعتقادكم كيف يمكن اليوم التأسيس لجامعة لا تقوم فقط بإعداد خارجين جامعيين لديهم ديبلومات في إجازة ماستر دكتورا وإنما أيضا خلق فضاء جامعي يقوم بإنتاج المعرفة والبحث العلمي كذلك كان لأن هذا المخطط فهو شامل فهو مخطط للإجازة والمستر والدكتورا فهو مخطط كذلك يتم بالبحث العلمي والجديد أنه يريد للتكوين أن يكون ملاسقا للبحث العلمي لأن بالبحث العلمي ننتج المعلومة وعن طريق التكوين يتم صرف هذه المعلومة للطالب إذن وهكذا فهذا المخطط كون الجامعات اليوم والمؤسسات الجامعية فهي لديها علاقات وطيدة مع المجتمع المحيط السوسيو اقتصادي الذي اليوم هو مدعو إلى المشاركة في هذه التكوينات والمشاركة في البحث العلمي بالأكثر من ذلك فالطالب اليوم الذي إمكانية أن يتكون مجدوجا بين المكان السوسيو اقتصادي أو بين المقاولة والتكوين الأكاديم هناك اجدواجية الآن هذه الإمكانية يأتي بها هذا المرسوم وهذا جديد يعطينا هذه الإمكانية لأن تكون المقاولة أن تساهم في التكوين بشكل تطبيقي وبشكل ميداني نعم مدير الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور بلعيد بوغادير شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات القيم شكرا لكم وشكرا للمشاهدين ختام فقرة ضيف الزوال مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدين